يرجح أن يكون الحبو أو الزحف الطريقة الأولى التي ستمكن طفلك من التجول في المنزل ربما يبدأ بالزحف على بطنه وعمه قريب سيتعلم كيف يحفظ توازنه على يديه وركبته ومنها سيتعلم كيف يتحرك إلى الأمام وإلى الخلف من خلال دفع ركبته بشكل أساسي يعني كلنا يمكن كتير من يكون مش طايقين هذا الانتظار وهذه المرحلة لأنه من نشوف أطفالنا عم بتحركوا في كافة أرجاء المنزل معنا في هذه الفقرة الدكتور أمين ثلجي طبيب أطفال وحديثي الولادة الحديث أكثر عن الحبو عند الأطفال صباح الخير دكتور صباح نور يعطيكم العافية هرم في هذا المجال لدعي للتعريف شكراً لإستضافتي ويعطيكم العافية أهلا وسهلا بداية دكتور من ناحية الطبية يعني ماذا يقصد بالحبو أو الزحف عند الأطفال هي لما طبعاً الكل يعرف أنه لما الطفل بيقرر أنه يتحرك الطريقة الأولى واللي أسهله أنه يزحف الأهل بيكون ينتظروا هذه اللحظة والطفل برضو لما يكتشف أنه بيقدر يتحرك من محل لمحل يعني هذا بتعطي شعور بالاستقلالية وبيقدر هو يتحكم بحاله بيشوف شغلة حابب أنه يوصل لها لا بيجي وقت أنه يقدر يوصل لها قديش هاي المرحلة يعني أهمية الحبو عند الأطفال يعني قديش مهمة هاي المرحلة في بداية يعني أفضل من قول أول خبطاط الطفل يعني طبعا ما هو قبل طبعا اللي بتدوله أنه في أطفال بيمشوا بدون ما يزحفوا وهذا قضية مهمة يعني الأهل بيجوا يسألوا ابني ما زحفش لسه في أولاد ما بيزحفوا رأسا بيقرر يمشي طبعا منعرف أنه فترة الزحف يبتيجي بين ست شهور لعشر شهور والكل على السنة بيكون المفروض أنه متحرك وزاحف أو أنه قدر أنه بيشد في إشي يوقف ويمشي على دواير لطاولات الكنبيات فأي وقت بين ست شهور للعشر شهور هذه المرحلة بتبدأ والطفل بيقرر أنه يتحرك فبدي أرجع وأكد أنه في أطفال بيمشوا بدون ما يزحفوا أو الزحف المعتاد عليه اللي منقول عنه أنه على إيديه وإجريه ويشد حاله في أطفال لا بيكون قاعد وهو قاعد بشد حاله ويزحف في أولاد بتدحدل يعني بيشوف شغلة في محل بتجعب له أو ما بدوش أنه يستعمل إديه ويجريه يزحف ما بتلاقيه غير أنه تدحدل ووصل للشغلة هذيك بعدين شوي شوي بيشد بييده ويقوم ويوقف وشوي شوي بيبدأ المشي والاعتماد على النفس طبعا أنت بتقول أنه يعني فيه احتمال ناس أصلا ما يحبوا أو ما يزحفوا فيه أطفال ممكن يمشوا بشكل مباشر ولكن هل مرحلة الحبو أو الزحف إذا كانت هي تترك أثر على نمو الطفل؟ طبيعي لما الطفل يشعر بالاستقلالية أنه بدأ يتحرك وبدأ يوصل للإشيء اللي هو بده إياه طبعا مهمة هذه وأنا بقول أن الطفل اللي بيصير عمره سنة ومش عم بيظهر علامات أنه بده يتحرك أو بده يوصل لشيء المفروض الأهل يراجعوا الطبيب والطبيب عادة بيبدأ يدرس في سبب شيء من هذا القبيل إذن القلق بيبدأ من عند السنة يعني مش قبل يعني الناس ما تقلقش بالمراحل قبل يمكن هو طول من أربعة زي ما أنت قلت للشهر العاشر ما يتحرك هو لكن يمشوا فجأة يعني هيك أنت كمان أصدت؟ ممكن أنه يمشي بدون ما يصحف طبعا ممكن دكتوري يعني حكينا عن أنواع الحبو عند الأطفال بيكون على البطن الدحرجة وفيه بتكون على شكل الدفضع يعني هل هذا بيعني مواقع أو بدللنا أنه في مواقع قوة عن جسم الطفل بمعنى أنه ممكن يعتمد على إجري أكتر من إيديه فهذا بيعني أنه فيه تركيز على قوة عضلة ما أو جزء ما في جسم الطفل والطفل بيبدأ يدرب عضلاته اللي هي بتلزم للزحيف والحركة ممكن من عمره حتى ثلاث شهور لما يكون على بطنه وبصير بيسحب حاله وصدره لفوق على إيديه والإشياء هذا ممكن يتعزز بعد الشهر السادس بيكون على بطنه بتلاقي أنه بدأ يحرك حاله وفيه أطفال بيبدوا بحركوا حالهم بيزحف وزي الجنود يعني بس يعني بإيديه وبتلاقي يسحب بطنه وانتقل من محل لمحل يعني هذا ممكن هي البداية وإلى أن يصل الطفل أنه يتعلم يستعمل إيديه ويجريه ويناسق ويكون فيه تناسق بين الإيديه والإجريه لأنه هذه الشغلة مهمة إذا الطفل ما قدر يظهر تناسق في الزحف بين إيديه وإجريه أو إذا الطفل زحف على جهة واحدة يعني استعمل جهة من جسمه للزحف هذا طبعا من الحالات اللي مننصح الأهل عادة نراجع الطبيب للتأكد أنه ما فيه حالة غير طبيعية بتتعلق بالعصاب أو بالعضلات إذا ممكن يكون فيه تدخل للأهل؟ يعني ممكن للأهل كمان يتدخلوا في مرحلة الزحف؟ أو هل أنت بتغطيح أنه مهم يتدخلوا يوجهوا الطفل لشكل الزحف أو يلحبوا؟ طبعا ممكن أنه الأهل يشجعوا الطفل أنه يزحف من خلال أنه طبعا دائما إحنا منقول المكان اللي الطفل بيكون موجود فيه ما يكونش فيه أشياء ممكن أنه تجرحوا تسكملات حفتها ممكن أنه تأذيه أو أشياء أخرى موجودة في الطريق ويحاولوا يشجعوا الطفل أنه يجي لأشيه هو يحبه إن كان طابة أو لعبة شوية شوية بتلاقي إنه الطفل نجذب لهيك شيء وبيبدأ يبين كدراته في الحركة وإنه بقول حانة وقت الحركة فيه أنواع أكثر انتشارة من أنواع أخرى واللي من ناحية طبية بتفضلوها أو يعني طريقة الحبوت وفضل إنه الطفل يحب بهاي الطريقة أو لا يعني مفشتها وجه طبي لا لا ما بتفرقش والطفل بيختار المهم إنه يقرر بيكون على بطنه وعلى ظهره ما بتلاقي إنه غير قاعد وشوي شوي بمد إيده بوقف حاله هذه ممكن قبل ما يوقف حاله يبدأ يزحف وهذه مرحلة عديش هي حلوة والأهل بكيفوا عليها بس فيها مخاطر يعني الطفل اللي كان قاعد محله والأم مركنة إنه والله مش راح يوصل السكامل اللي عليها مثلا الشاي ولا هو بتغلى سخنة أطراب ممكن سريه وقع ولا دواء ولا إنه درج ولا بيبدأ يصعد جبال ما هو سلالم يعني هذي شغلة كتير مهمة أو يوصل للمطبخ اللي بدها تكون كتير من تبها لما الطفل يتحرك مع الحركة في مشاكل تدير بالها ما يكونش في مواد تنظيف مثلا أو أشياء ممكن إنه تكون سامة للطفل لأنه هلأ بجوز ما تكتشفوا غير إنه صار في الخزانة المطبخ وتلاقيه خاصة لما بيعملوا هيك بيكونوا ساكتين هيك بيكونش في حركة بتكتشف إيش إلا هو الولد أو البينات صار في محل ولا سمح الله إنه بادي يشرب أظن دكتور هيك بصير أولها يعني بنبسطوا على الحركة بعدين بندموا يعني بصير يحكوا لو ما صارش هيك أساسا يعني دكتور التطور كمان في المعدات والأدوات الخاصة بالأطفال يعني وبهذا بنتعليق طبي عليه إنه عادة الأطفال اللي بيحبوا بيستخدموا ركبهم بشكل أساسي الأهل بيصيروا يقلقوا عن موضوع إنه دايما بيصير التركيز والضغط على الركب فاليوم بنشوف مثلا فيه كلثات أو فيه أدوات ممكن نستخدمها على الركبة على ركبة الطفل عشان كمان ما طول الوقت تكون فيه ضغط مباشر على الأرض هل تنصح الاستخدام مثل هاي الأدوات أو مهمة فعلا لتقليل من الضغط والاحتكاك المباشر على الركبة؟ أنا بقول إنه نبسط الأمور يعني الطبيعة كتير يعني دارت بالها على الأمور المهم إنه إنه نهيئ الجو المحل اللي الطفل بلعب فيه أو موجود ما يكونش فيه شيء ممكن يزيج شيء ممكن إنه يجرحوا أنا مش مع إنه نجيب شيء غير عادي نلبس الطفل أثناء هذه العملية بدأ أشير هون لقضية مهمة إحنا بنحكي عن الزحف اللي هو الشيء الطبيعي اللي رب له هيك أعطت للطفل هذه الخاصية أنه يقرر يتحرك ويكون عنده القدرات في عضلاته إديه إجريه ركبه إلى آخره إنه يتحرك مرات كتيرة وهذه الشغلة بدي أحذر منها من حط الطفل في دراجة ويجعله يتحرك قبل ما إنه يكون جاهز إن دراجة بتشيل من الطفل الرغبة إنه يتحرك لحاله إنه يكون عنده مبادرة إنه يستعمل إديه أو إجريه عملية هو أخذ المتعة يعني بإنه يشوف حاله قاعد بتجول وقبل الموعد اللي هو ذهنياً ممكن أو جسدياً يكون قادر أو جاهز إنه يتحرك فالدراجة بتخل بهذه العملية وبتعرض الطفل أيضاً لمخاطر كتير كبيرة فيها ما نشوف أطفال هذا بدائماً على الطوارئ أطفال واصلين مدحدلين على دراج وإصابات خطرة خطرة بتكون أو طفل واصل لس كاملة سيده أو لأبوه ولا حدا بأخذ دواه موجود على لس كاملة وتلاقي إنه وصل لأنه على دراجة وبسهولة وإحنا سهلنا له بشكل يعني أنا بقول بحذر منه وبتلاقي ما تكتشفي غير إنه ما يخذ له دواه أو حبة حبتين من دوا الضغط أو يعني أدوية قد تكون سامة وهذا أنا بحذر منه دائماً فبتنصح عملياً إنه الدراجة تكون بعد ما الطفل يكون عملياً هو يعني زحف أو حبة أو إنه تمكن إنه هو يتحرك لحاله وبعدين ممكن تكون هي مساعد أكتر يعني أنا بقول خلينا نعتمد على الدراجة الربانية اللي هي الزحف العادي وما نستعمل أي شيء ممكن إنه يوصلوا يعني الدراجة أنا بقول ما هي ضرورة لكن في إمايات بقولوا طيب أنا بدي أشتغل بدي أحط الولد في محل من شان أركن من قلهم إنه فيه إشي زي الدراجة بس بالعجل يعني بـ نفس المكان لا الطفل بكون موجود في إشي اللي يكله زي الدراجة قدامه بإيه فيه إشي بلعب عليه ثابت وفيه شيء من هالنوع موجود في الأسواق إذا إذا حدا عنده دراجة ويلها عجل أنا بقول ممكن لسه يستعملها ويطولي العجل يعني هذا ممكن بدها شوية غلبة بحيث بشكل أساسي إنه يثبتها أصدك إنه ما يخليهو شوي سراح ويمرح يعني الولاد يكون يلعب ويحطه قدامه أشياء طبعا ما تأزيهوش يلعبوا الأم تعمل شغلها وهي متطمنة إنه الطفل في مكان آمن ومش رح يفاجئها وما تلاقيه غير إنه مدحدل عن دراج أو واصل لمحل إنه ما يخذ إشي بضره طيب دكتور العبامل ممكن تساعد وتأثر على موضوع الحبو يعني الوزن إلو علاقة طور إلو علاقة بكيف شكل أو موعد الحبو لا لا أنا بقول هي السحة بشكل عام لما تكون السحة جيدة الجهاز العصبي والجهاز العضلي على ما يرام مش رح يكون أي مشكلة في العوامل الأخرى طب إنت حكيت إن الفترة الطبيعية إنه هي من 6 ل 10 أشهر بيبدأ الطفل يحبو هل ممكن تطول تمتد فترة الحبو ممكن الطفل لأي أنت ممكن يتأخر عما يمشي هو يعتمد على التنقل عن طريقة الحبو بشكل متواصل إحنا ما نقول الطفل اللي على السنة اللي بظهرش رغبة إنه يتحرك ينتقل من مكاني لآخر اللي هي يعني إحنا من نحكي هون عن أول أشي بدو كون من خلال الزحف بدنا نبدأ نفكر نقيم الوضع الطفل لحد سنة ونص إذا ما مشي والأمور الأخرى في معدى ذلك طبيعية إنه بيزحف بتحرك بيقلب بيقوم لحاله بيشد إيده بيتلاقي معقف يعني الأمور هذه لحد سنة ونص إذا ما مشي ممكن يكون مقبول منبدأش نقول إنه في عنده تأخر في المشي لحد سنة ونص بشرط إنه الأمور الأخرى تكون طبيعية فالحب ثم المشي يعني لازم تكون عادة عن هيك أوه مع أنه في أولاد مرة تانية بقول في أولاد بيمشي بدون ما يزحف في نصائح بتحكيها للناس من خلال يعني تواصلك مع كثير من الفئات والعائلات اللي ممكن تكون عندها كثير من تساؤلات عن هذا الموضوع ومرات بيكون قلق بتحب توجه نصيحة في النهاية للمشاهدين زي ما قلت إذا الطفل تأخر عن القيام ببعض المهارات اللي إحنا منتوقعها مثلا الطفل إذا ما بيزحف أو ما بيظهر إنه بده يتحرك للسنة بقى أنصح إنه الأهل يراجعوا الطبيب إذا الطفل ما بيستعمل بشكل متوازن إيدي وإجري أو بيستعمل جهة أكتر من جهة مهم إنه الأهل يراجعوا الطبيب وداما بقول لما بدنا ننظر للمحيط والمكان اللي موجود في الطفل من نظار الطفل ونتأكد إنه هذا المحيط هو آمن لهذا الطفل إحنا نفكر إن نقول إيش بدنا نوفر للطفل جو ما يقعش ما يطلعش عن الدراج ما يدحدلش يعني العائل لازم تستعدي يعني خلص إنه طفل عمره ستة شهر وإذا تستعدها تغير حتى بشكل البيت في حالة أين عمو الطفل لما بقول بديت أتحرك إحنا نكون جاهزين عمو الدكتور بهذا الموضوع بس عندي سؤال الأخير إنه يعني هل مهم إنه نمسك ونحرك عضلات الطفل معنا بنشوف كتير من العائلات اللي بيمسكوا أجين أطفالهم بيحركوهم لفوق لتحت إيديهم كمان يعني عشان يساعدوهم على نوع من أنواع التمارين يعني بالإضافة للزحف يعني أشراك في الفكرة هي ممكن هذه التمارين تكون جيدة لأي طفل حتى من عمر أصغر يعني نشوف حتى من أصغر لما بدأ الإن بدأ تغير له مش غلط إنه تعمل حركات هيك للطفل إيدي جريب يعني هذا كله ما بنضرش طبعا هلأ الطفل لما بيبدأ يحضر حاله للزحف ممكن هو لحاله يبدأ يعني بعد الثلاثة شهر ممكن إحنا نحط الطفل على بطنه ويبدأ هو يبدأ يطلع وين زيل على يديه وإجريه بتعرفي زيل بيعمل بوش أبس لفوق وتحت هذا بيجهز حاله إنه يقوي فهي مساعدة من الأهل مساعدة منيقدر نسويها مع إنه هون بدأ أشير لنقطة كتير مهمة أنا قلت نحطها على بطنه بس هذا هو صاحي وإحنا حواليه النوم ممنوع يكون إلا على الظاهر أنا بحكي عن أول سنة وخاصة أول ستة شهر من عمر ممنوع طفل إن نيموا على بطنه بدي أذكر للأهل بيش يسموا موت السرير الفجائي هذي شغلة بدنا نتجنبها وفيه وسيلة بسيطة جدا اللي هي ما نيم الطفل إلا على ظهره مش على البطن مش على الجنب وهذي قضية مهمة الأهل ما بدركوا أهميتها بس في أطفال ممكن إنهم يعني إن شاء الله ما أحد يمر بهذه التجربة موت السرير المفاجئ نقدر نمنعه بشكل بسيط بدون تكنولوجيا وبدون أي ما نسرف ملادين إنه نيم الطفل على ظهره حتى الطفل اللي براجع هذي دائماً الأهل بقولوا طب الطفل إذا راجع ممكن نخنق موت السرير الفجائي ما إلوش علاقة بالمراجع حتى البراجع لازم كون على ظهره ممكن البراجع نرفع ظهره شوية أي نعم لكن ممنوع النيم أي طفل على بطنه أو على جنب وهادي لعمر السنة يعني نعوده إذا وإنه لما يصير يقلب وينام على الجنب البرايخ هو أحد عادة يعني أهم فترة يعني أكتر فترة ممكن موت السرير المفاجئ يحدث هي بحدود ثلاث لأربع شهور ممكن أول ست شهور بس ممكن تحدث لمدة سنة النيم الطفل على ظهره ممتاز لما يبدأ هو يلف ويقلب معنى بطل فيها الخطر الكبير اللي هو هذا بتصير عادة بعد ست شهور بس النيم الطفل على ظهره يعني هذا حبيتي أن أذكرها طبعاً بالعكس مهم 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 متعلق كمان بأنه يعني أنت بس حكيت أنه من نساعد الطفل أنه يحبي من النيمه وعبطنه بس أنه بي بشي نعم ونهتر بالزبط جنبه ما ينعم بالزبط بالزبط دكتور يعني كانت فرصة جميلة بالنسبة لأنك أنت رفقتنا في هذا الصباح بكل هاي المعلومات وإحنا بدنا نترك هيك العنان للأطفال يعني ينطلقوا كمان ويستمتعوا كمان الأهل كتير بنبسطوا في هاي المرحلة ولكن كان مهم يكون في توصيات طبية في هذا الجانب شكراً لك ونهارك فعيد شكراً إليك ونهارك فلسطينيين يعطيك ألف عافية رح ننتقل إلى فاصل ونستكمل محطاتنا للساعة 12 خليكم معنا